اشتركوا في القناة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي حوار المنامة مؤكدا على أهمية الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال افتتاح المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي حوار المنامة وما تضمنته من رؤى سموه للأمن الإقليمي والعالمي والتأكيد بأنه لن يكون هناك أمن حقيقي إلا من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته وذلك من خلال إتمام حل الدولتين وأن تكون آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في قلب الحوكمة بعد الأزمة في غزة لما يحقق آماله وازدهاره منوها بالمشاركة الدولية الواسعة في المنتدى التي تعكس التقدير الدولي لمبادرات مملكة البحرين وما تم بحثه من موضوعات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار وذلك في ضوء الاطلاع على التقرير المرفوع من سعادة وزير الخارجية بهذا الشأن وفي إطار ذي صلة رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 بشأن الدعوة إلى إقامة هودل وممرات إنسانية عجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين وخاصة الأطفال وحماية المواقع الإنسانية والبنية التحتية والإفراج عن المحتجزين ورفض التهجير القسري للسكان ومطالبة جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني داعيا إلى الإسراع في تنفيذ هذا القرار لإنهاء العنف وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية ثم رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا وإلى صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي للخيل مؤكدا أن الإقبال الكبير على المشاركة من قبل الإستبلات العالمية والملاك تؤكد على مكانة مملكة البحرين في سباقات الخيل مشيدا بالجهود التي بذلتها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة السمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة في تنظيم هذه الفعالية الرياضية العالمية بكل تميز بعدها استعرض المجلس لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة وما تم بحثه بشأن ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية وحول مشروع جسر البحرين قطر وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع بما يدفعه بمزيد من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات بعد ذلك وجه المجلس تحية شكر وتقدير لكافة الجهات الحكومية التي ساهمت في إنجاح تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية التي احتضنتها مملكة البحرين مؤخرا شاكرا المجلس للكوادر الوطنية العاملة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة السياحة ووزارة الإعلام ووزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات ذات العلاقة التي شكل تمييزها في التنظيم أحدى عناصر نجاح هذه الفعاليات مشيدا في هذا الصدد بما حققه معرض سيتسكيب البحرين 2023 ومعرض الجواهر العربية 2023 ومعرض العطور العربية 2023 من نجاح كبير على مستوى المشاركة والحضور بما يعكس مكانة مملكة البحرين وما يشهده القطاع العقاري وتجاري وسياحي من نمو وتطور وفي هذا الصدد أطلع أو اطلع المجلس على مذكرة مرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي تتضمن تقريرا إحصائيا بشأن الفعاليات التي أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض وما شهدته من إقبال كبير على صعيد المشاركة والزوار كما اطلع المجلس على تقرير مرفوع من معالي وزير الداخلية بشأن الإجراءات الأمنية التنظيمية بشأن الفعاليات التي أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض بعدها هنأ المجلس سلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى العيد الوطني منوها بما تشهده سلطنة عمان من تقدم وتطور وازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ثم قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية حول برنامج الموظف الحكومي المتميز والذي يهدف إلى تعزيز التنفسية في خدمة العملاء بما يحفز موظفي خدمة العملاء في القطاع الحكومي على مزيد من التمييز والإبداع مذكرة اللجنة الوزرية للخدمات المجتمعية حول اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023-2027 والتي تستند إلى أربعة مرتكزات وثمانية محاور وأربعة وثلاثين هدفا سيتم تنفيذها من خلال 136 مبادرة تعزز البرامج والمشروعات التي تدعم مبادئ الحماية والرعاية للطفل مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بالتصديق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والذي أطلقته المملكة العربية السعودية الشقيقة كأول تحالف إقليمي من نوعه يهدف إلى التخفيف من تأثيرات تغير المناخ وتعزيز العمل المشترك لتحقيق الأهداف العالمية ذات العلاقة بالمناخ مذكرات اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل أحكام القرار المنظم للإسكان والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول عدد من المذكرات مذكرات التفاهم والتعاون المزمع توقيعها بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قرار بتعديل الجدول المرافق لقرار تحديد المواقع السياحية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية بما يلي المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام 2023 نتائج المشاركة في منتدى ميسك العالمي 2023 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر